اشتركوا في القناة استمعوا إلى راديو فرصة العالم الأخيرة لتعرف كيف يمكنكم أن تستعدوا روحياً لما سيأتي راديو فرصة العالم الأخيرة نحضر الناس لرجوع المخلص الوشيك هل سبق أن أغطأ أحدهم بحقك؟ ثم طلب منك أن تسامحه؟ ماذا فعلت؟ هل سامحته أو سامحتها؟ هل كان خيارك بمسامحة ذلك الشخص مشروطاً بعدم استمراره في إذائك أو الإساءة إليك؟ مرحباً أنا سامي صابر اليوم سيشرح لنا يوسف راضي لماذا يحصل ذلك وما الذي علينا فعله؟ وأيضاً ما الذي علينا عدم فعله؟ شكراً سامي فلنبدأ أولاً بالذي علينا عدم فعله الأمر الرئيس الذي علينا ألا نفعله هو الابتعاد عن ياه عندما نخطئ يجب أن نلجأ إليه فهو رجاؤنا الوحيد ومع ذلك ليس هذا ما نفعله خصوصاً إذا كانت الخطيئة نفسها التي سبق أن طلبنا الصفحة عنها مرات عدة كلما وجهت صراعاً حقيقياً كلما كنت بحاجة ماسة إلى مساعدتي ياه كلما ارتكبت خطيئة كلما أصبح طلب المغفرة أكثر صعوبة من ذي قبل من السهل أن أشعر بأنه لا يمكنني طلب مغفرة ياه قبل أن لا أعرف قبل أن أقاوم التجربة مرات عدة في الواقع أعتقد أننا نسقط ردود أفعالنا البشري على الآب ونفترض أنه سيتصرف كما كنا لنتصرف نحن مثلاً إن أخطأ أحدهم بحقك بطريقة أو بأخرى ثم أتى إليك معتذراً اعتذاراً صادقاً فماذا ستفعل؟ طبعاً أسامحه قال المسيح فإنه إن غفرتم للناس زلاتهم يغفر لكم أيضاً أبوكم السماوي وإن لم تغفر للناس زلاتهم لا يغفر لكم أبوكم أيضاً زلاتكم متى الإصحاح السادس الآيتان الرابعة عشر والخامسة عشر فالمغفرة هي ما على المسيحيين فعله دوماً بالطبع يا سامي ولكن ماذا لو أن هذا الشخص نفسه وبعد أسبوع واحد أخطأ بحقك مرة أخرى وبالطريقة نفسها تماماً فهل كنت لتسارع إلى مسامحته كما في المرة السابقة؟ كنت لألاقي صعوبة أكبر في مسامحته وفي مرحلة ما سأبدأ بالتشكيك في صدقه أو صدقها إذن في حال استمر هذا الشخص في الإساءة إليك خمسة أو ستة أو سبع مرات أو أكثر فهل ستستمر في مسامحته؟ أقر بأنني بعد بضع مرات فقط سأبدأ بالتشكيك في صدقه لن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى أشعر برغبة جامحة لأقول له أثبت لي بأنك صادق أظهر لي بأنك آسف بالفعل من خلال الإقلاع عن إيذائي وآن ذاك سأغفر لك هذا ما أفعله أنا أيضاً ولكن هذا هو بالضبط الفرق بيننا أنت وأنا وبين يهوى وبالطبع أفضل إثبات على ذلك هو التوبة أي أن يكف عن القيام بأي شيء يسيء إلينا بالضبط المشكلة هي أننا نقوم بإسقاط هذا السلوك نفسه عليها وهذا خطأ لقد وعد يهوى بأن يغفر لكل من يأتي إليه تائباً التوبة تعني أنك أقلعت عن فعل ما كنت تفعله التوبة هي الحزن الصادق الذي يفعر به القلب بسبب الخطيئة التوبة في هذه المرحلة ليست خالية من الخطيئة ثم تفرق بالتأكيد في مرحلة ما سيصبح المؤمنون بلا خطيئة ولكن ليس بعد ويهوى يدرك ذلك علاوة على ذلك هو لديه خطة توصلنا إلى نقطة الخلو من الخطيئة إنما ينبغي أن لا نقوم بإسقاط صفاتنا البشرية عليه لا يمكننا أن نصبح أفضل حالاً بعيداً عنه هذا أمر مؤكد ومع ذلك هذا هو بالضبط رد فعلنا عندما نخطئ ونستمر في الخطيئة الشيطان يبث فينا ذلك الشعور الهائلة بالذنب فيتهيأ لنا أننا لا نستطيع طلب المغفرة قبل أن نثبت بطريقة ما توبتنا من خلال الامتناع عن الخطيئة أو مقاومة التجربة عدداً معيناً من المرات وبحسب خبرتي هذا لا يجد نفعاً صحيح والنفس البشرية غير قادرة على تحمل مشاعر الذنب الجامحة إذ سرعان ما نبدأ بمحاولة تلمس طريقنا للتخلص من تلك المشاعر إحدى الطرق التي يلجأ إليها العديد من المسيحيين تتمثل في تجاهل المشكلة بأكملها والقول ليس هذا بالأمر المهم فقد سمر الناموس على الصليب ونحن الآن تحت النعمة وبينما نحن بالتأكيد تحت النعمة فإن الناموس لم يسمر على الصليب ولا تم إلغاؤه على الصليب ففي نهاية المطاف لو كان ممكن إلغاء الناموس أو تغييره لما توجب على يهشو أن يموت وثمت مسيحيون آخرون يقعون في فخ الشرعوية فهم يدركون أن الشريعة الإلهية لا تزال ملزمة ولكنهم على غرار اليهود أيام المسيح يحاولون تحقيق الكمال من خلال محاولة الالتزام بقواعد الصارمة للغاية من صنع الإنسان كما لو أن قدرتهم على الالتزام بهذه القواعد الإضافية تمنع أي احتمال لمخالفة الناموس أفهم ما تعنيه مثلا تكشف دراسة متأنية للكتاب المقدس أنه يتم حفظ اليوم السابع السبت من الفجر وحتى حلول الظلام لكن السبتيين يطبقون قواعد يوم الكفارة على السبت ويمارسون العبادة من غروب يوم الجمعة إلى غروب شمس السبت ليس هذا فحسب بل إنهم غالبا ما يؤكدون على أهمية حماية حدود اليوم السابع السبت وبالتالي ثم تعب ثقيل يشعر به المرء عندما يتوجس أنه قد يكسر اليوم السابع السبت إذا لم يكن مستعدا تماما له قبل غروب الشمس بثلاثين دقيقة على الأقل إذن ماذا علينا أن نفعل حيال ذلك؟ قلت قبل قليل إن ياه لديه خطة؟ نعم المرحلة الأولى من خطته هي فعلا قيد التنفيذ انتقل إلى سفر الخروج الإصحاح التاسع عشر من الآية الثالثة إلى الثامنة كان ذلك بعد ثلاثة أشهر من مغادرة الإسرائيليين مصر فقد جاءوا إلى سيناء وهناك عقد يها اتفاقية عهد مع إسرائيل والعهد هو اتفاق ملزم قانونا ثم تشروط يجب أن تتحقق بموجبه وهو يتطلب طرفين وأما موسى فصعد إلى إلوى فنداه يهوى من الجبل قائلا هكذا تقول لبيت عقوب وتخبر بني إسرائيل أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي فالآن إن سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصة من بين جميع الشعوب فإن لي كل الأرض وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل فجاء موسى ودعا شيوخ الشعب ووضع قدامهم كل هذه الكلمات التي أوصاه بها يهوى فأجاب جميع الشعب معا وقالوا كل ما تكلم به يهوى نفعل يقول يا إذا أطعمتمون في كل شيء فستكونون شعب المميز من بين كل الشعوب هذا هو الاتفاق العهد يقول يا إذا أطعمتمون في كل شيء فستكونون شعب المميز من بين كل الشعوب ستكونون كنزي وستحصلون على بركات خاصة هذا يبدو رائعا بالنسبة إلى العبيد السابقين الذين رددوا قائلين كل ما تكلم به يهوى نفعل وأؤمن بأنهم كانوا صادقين في قولهم لماذا يرفضون أن يكونوا شعبيا المميز من بين كل الشعوب وبالتالي يحصلون على بركات خاصة المشكلة بالطبع كما اكتشفنا جميعا هي أننا غير قادرين على الالتزام بالناموس لهذا سبب ترى بعض المسيحيين يدعون أن إطاعة الناموس لم تعد ضرورية وآخرين يدخلون إلى الناموس إضافات عدة مع كل تلك القيود التي صنعها الإنسان في محاولة منهم لتفادي أي فرصة لمخالفة الناموس والإجابة في الحالتين هي إجابة خاطئة إذن ما هي الإجابة الصحيحة؟ يحنى الأولى الإصحاح الأول الآية الثامنة تقول إن قلنا إنه ليس لنا خطية نضل أنفسنا وليس الحق فينا وهذا لن يتغير ليس بعد لكن الخبر السار هو أن ياه يراعي عدم قدرتنا على حفظ الناموس فهو يعلم أننا نعجز عن ذلك وهذا ما تفتقر إليه معظم العظات حول سفر الخروج الإصحاح التاسع عشر مع ذلك يجب علينا أن نسعى جاهدين لجعل إرادتنا متسقة مع إرادتيا علينا أن نجتهد للطاعة والخضوة تماما كما فعل الإسرائيليون عندما قالوا كل ما تكلم به يهوى نفعل ياه لن يفرض علينا إرادته أبدا لذا فإن الأمر متروك لنا لاتخاذ خيار الطاعة حتى عندما ندرك جيدا أننا سنفشل يبدو كأنها حلقة مفرغة لا أمل لأحد في الخروج منها أنت محق يا سامي بقوتنا الذاتية بولوس يقدم أفضل تفسير لهذه النقطة انتقل إلى رومي الإصحاح السابع وابدأ القراءة من الآية الرابعة عشرة فلنتحدث عن هذه المسألة فإننا نعلم أن النموس روحي وأما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية لأني لست أعرف ما أنا أفعله إذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياه أفعل فإن كنت أفعل ما لست أريده فإني أصادق النموس أنه حسن فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة في فإني أعلم أنه ليس ساكن في أي في جسدي شيء صالح لأن الإرادة حاضرة عندي وأما أن أفعل الحسن فلست أجد لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل فإن كنتما لست أريده إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا بل الخطية الساكنة فيه إذن أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسن أن الشر حاضر عندي فإني أسر بناموس ياه بحسب الإنسان الباطن ولكني أرى ناموس آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي ويحي أنا الإنسان الشقي من ينقذني من جسد هذا الموت أشكر يهوى بيهشوى المسيح ربنا إذن أنا نفسي بذهني أخدم ناموس ياه ولكن بالجسد ناموس الخطية رومي الإصحاح السابع الآيات من الرابعة عشر إلى الخامسة والعشرين هنا بالضبط يقول لنا لماذا لن نستطيع أبداً بقوة إرادتنا الذاتية ورغم صدق استسلامنا أن نطيع الناموس الإلهي وبالتأكيد سيوافق على ذلك معظم المسيحيين وتراهم يقولون بالطبع لا يمكننا حفظ الناموس الإلهي بقوة إرادتنا الذاتية ولكن ما يشرحه بولوس هو أننا لا نستطيع حفظ الناموس حتى بقوة يهوى لأن ثمة ناموس آخر يعمل فينا أرى في نظرتك بعض الشك نعم إلى حد ما اسمع علموني طوال حياتي أننا منذ موت المسيح على الصليب أصبحنا تحت النعمة استمعت إلى عدد من العذات وقرأت مقالات عدة حول مسألة كيف أصبحنا الآن مسيحيي العهد الجديد بالنسبة إلى الذين يدركون أن النموس لا يزال ملزما فهذا يتضمن ضرورة الاستسلام لدرجة أن نعيش كما عاش المسيح بلا خطيئة ولكن عند هذه النقطة نخرج عن المسار الصحيح نظن أننا إن استسلمنا استسلاما كاملا وشاملا فإن المسيح فينا سيحفظ تماما ناموس ياه ولكن الأمر لا يجري بهذه الطريقة لأننا وكما يقر بولوس في الآيات السادسة والعشرين حتى عندما نخدم ناموس ياه بأذهاننا فإننا بأجسادنا نخدم ناموس الخطيئة إذن كيف سيقوم ياه بتصحيح الوضع؟ نحن بالتأكيد لن نواصل ارتكاب الخطيئة إلى ما لا نهاية طوال الأبدية أجبت للتو عن سؤالك يا سامي كيف سيغير يهو حال هذه الدوامة التي نتخبط فيها؟ والجواب هو بعهد جديد العهد القديم لا يجد نفعا وهذا واضح للغاية فنحن ما زلنا نرتكب الخطيئة بل يجد نفعا لديه وظيفة محددة وهي تعمل بنجاح ولكنها لا تكفي لتحويل الخطأ إلى قدسين بلا خطيئة ولم يكن هذا القصد منها أصلا في مكان آخر يشرح بولوس أن الناموس هو بمثابة معلم لنا مهمته إيصالنا إلى المسيح إنه يكشف عن كمال شخصيتيا في حين يقوم مقام مرآة لتكشف لنا عيوبنا هذا لا يعني أن الناموس سيء الكثير من المسيحيين يعتبرون أن الناموس قديم وأكل عليه الدهر وشرب ولا يخص سوى اليهود لكنهم لم يفهموا النقطة الجوارية وبولوس يصوب أيضا هذه المسألة سامي أم زالت رومي الإصحاح السابع أمامك؟ حسنا اقرأ من الآية السابعة إلى الثالثة عشرة فماذا نقول؟ هل الناموس خطية؟ حاشة بل لم أعرف الخطية إلا بالناموس فإنني لم أعرف الشهوة لو لم يقل الناموس لا تشتي ولكن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية أنشأت فيي كل شهوة لأن بدون الناموس الخطية ميتة أما أنا فكنت بدون الناموس عائشا قبلا ولكن لما جاءت الوصية عاشت الخطية فمت أنا فوجدت الوصية التي للحياة هي نفسها لي للموت لأن الخطية وهي متخذة فرصة بالوصية خدعتني بها وقتلتني إذن الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة فهل صار لي الصالح موتا؟ حاشة بل الخطية لكي تظهر خطية منشئة لي بالصالح موتا لكي تصير الخطية خاطئة جدا بالوصية ما لا تفهمه هو العمل المختلف الذي تحقق بموجب العهدين القديم والجديد وكيف يرتبط ذلك بطبيعتنا الساقطة ثمت خطوة كاملة في خطة الخلاص قد فاتتنا تماما ضع علامة عند رومي الإصحاح السابع لأننا سنعود إليها وانتقل إلى كورانثوس الأولى وقرأ في الإصحاح الثاني من الآية الثالثة عشرة إلى السادسة عشرة هذا المقطع يكشف أمرا قد تغاضينا عنه كورانثوس الأولى الإصحاح الثاني من الآية الثالثة عشرة إلى السادسة عشرة يقول الأشياء التي نتكلم بها أيضا لا بأقوال تعلمها حكمة إنسانية بل بما يعلمه الروح القدس قارنين الروحيات بالروحيات ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل مال روحياه لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا وأما الروحي فيحكم في كل شيء وهو لا يحكم فيه من أحد لأنه من عرف فكر يهوى فيعلمه وأما نحن فلنا فكر المسيح الآية الرابعة عشرة هي الآية المحورية ولكن الإنسان الطبيعي لا يقبل مال روحياه لأنه عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه لأنه إنما يحكم فيه روحيا لكن هذا يتغير عندما نقبل هبة الخلاص كورنثوس الثانية الإصحاح الخامس الآية السابعة عشر تقول إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العتيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا نقرأ هذه الآية ونستنتج منها أن المخلوق الجديد الذي نحن عليه في المسيح هو مخلوق بلا خطيئة ولكن ليس هذا ما تقوله هذه الآية ثم تشيء يتغير ما هو؟ عد إلى رومي وهذه المرة إلى الإصحاح الثامن وابدأ القراءة من الآية الأولى وسنناقش المكتوب فيما نمضي قدوما إذن لا شيء من الدينونة الآن على الذين هم في المسيح يهشوى السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح لأن نموس روح الحياة في المسيح يهشوى قد أعتقني من نموس الخطية والموت رومي الإصحاح الثامن الآيتان الأولى والثانية ما هو نموس الخطية والموت الذي يتحدث عنه بولوس هنا هو نفسه كمكان دائما من يطع يعش ومن يعص يمت أنت محق جزئي فما يتحرر منه المؤمنون بالنموس بمجرد قبولهم هبة الخلاص بالإيمان هو عقوبة الموت التي نلقاها لكوننا خطأ موت يهشوى يتم قبوله كبديل لموتنا نحن وقد أصبحنا الآن متحررين من النموس الذي يقول إذا ارتكبت خطيئة تموت هذا كل ما في الأمر فهو لا يحولنا فجأة إلى قدسين بلا خطيئة وهذه النقطة يسيء فهمها معظم الناس تابع القراءة يا سان لأنه ما كان النموس عاجزا عنه فيما كان ضعيفا بالجسد فياه إذ أرسل ابنه في شبه جسد الخطيئة ولأجل الخطيئة دان الخطيئة في الجسد لكي يتم حكم النموس فينا نحن السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح فإن الذين هم حسب الجسد فبما للجسد يهتمون ولكن الذين حسب الروح فبما للروح لأن اهتمام الجسد هو موت ولكن اهتمام الروح هو حياة وسلام لأن اهتمام الجسد هو عداوة لياه إذ ليس هو خاضعا لناموسياه لأنه أيضا لا يستطيع فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا ياه رومي الإصحح الثامن الآيات من الثالثة إلى الثامنة اهتمام الجسد هو عداوة لياه إذ ليس هو خاضعا لناموسياه لأنه أيضا لا يستطيع ما تشرحه هذه الآية هو العمل الثمين الذي يتم إنجازه في ظل العهد القديم لقد ورثنا جميعا الطبيعة الساقطة عندما أخطأ آدم تخلى عن الطبيعة الإلهية واتخذ طبيعة الشيطان لقد نقل ذلك إلى أبنائه الذين بدورهم نقلوه إلى أبنائهم وهكذا دواليك وصولا إلينا الطبيعة الساقطة ستظل دائما في عداوة لياه لأنها سقطت هل تقدر شجرة رديئة أن تثمر ثمارا جيدا؟ لا الأمر نفسه ينطبق علينا يا سامي الطبيعة الساقطة لا تستطيع أبدا أن تنتج ثمار البر وهنا يأتي دور العهد القديم كما قلنا من قبل لن يفرض ياه أبدا إرادته على الإرادة البشرية فموافقتنا ضرورية عندما نوافق كل ما تكلم به يهوى نفعل يعطى لنا انسكاب خاص من الروح القدس هذا لا يجعلنا بلا خطيئة ما يفعله هو خلق حرب في أذهاننا وقلوبنا ضد الطبيعة الساقطة التي تحكم أجسادنا هذا ما قرأته في رومي الإصحاح السابع الناموس روحي وأما نحن فجسديون مبيعون تحت الخطيئة لأننا لسنا نعرف ما نحن نفعله إذ لسنا نفعل ما نريده بل ما نبغضه فإياه نفعل أيبدو لك هذا بمثابة حياة بلا خطيئة؟ لا ولكن يا سامي لو لم يقم العهد القديم بعمله التحضيري على القلب لما نشبت تلك الحرب بين أذهاننا التي تريد أن تطيع الناموس وأجسادنا التي تريد مواصلة ارتكاب الخطيئة بكل السرور وسعادة الآية الثامنة عشر فإني أعلم أنه ليس ساكن فيي أي في جسدي شيء صالح لأن الإرادة حاضرة عندي وأما أن أفعل الحسن فلست أجد هذه هي المعضلة ولكن لو لم يخلق الروح القدس الصادق فينا الرغبة في الخير لما أبدين حتى أدنى رغبة في الإقلاع عن الخطيئة سامي اقرأ مرة ثانية رومي الإصحاح السابع من الآية الحادية والعشرين إلى الثالثة والعشرين إذن أجد الناموس لي حينما أريد أن أفعل الحسن أن الشر حاضر عندي فإني أسر بناموسياه بحسب الإنسان الباطن ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطيئة الكائن في أعضائي هذه هي الحرب ضد الجسد التي من أجلها تأسس العهد القديم في السيناء يجب أن لا نرفع أيدينا ونستسلم قائلين حسنا الأمر ليس مهما لأن الناموس قد سمر على الصليب في الوقت نفسه نحن لا نصبح فجأة بلا خطيئة لو كان هذا صحيحا لم استمرنا في الخطيئة ولما كتب بولوس بكل تلك البلاغة عن الصراع الداخلي الذي يواجهه المؤمنون لفعل الصواب عندما تكون جسديا وما بيعا تحت الخطيئة لا تواجه أي صراع فهذا يتسق مع طبيعتك لارتكاب الخطيئة يبدأ الصراع فقط عندما تمنح الروح لكي تخلق فيك كراهية للخطيئة التي أحببتها يوما ما وحبا للناموس الذي كرهته في يوم من الأيام بولوس فهم هذه المسألة أكثر من أي شخص آخر هو الرسول الذي عينه ياهل الأمم ومع ذلك ظل يصارع الخطيئة انتقل إلى كورانثوس الأولى الإصحاح التاسع وقرأ الآية السابعة والعشرين بل أقمع جسدي وأستبعده حتى بعدما كرزت للآخرين لا أصير أنا نفسي مرفوضا حتى بولوس نفسه كان يواجه صراعا مع مسألة الخطيئة المستمرة وهو يقر في هذه الآية بأن عليه إبقاء جسده مقموعا لا يقول إنه كان يحقق النجاح بنسبة مئة في المئة طوال الوقت كان صراعا بكل معنى الكلمة ولكن بفضل عمل ياه على القلب بموجب العهد القديم بات لدينا اليوم ناموس جديد يعمل في داخلنا ناموس ياه الذي يجعلنا نكره الخطيئة التي أحببناها يوما ما ونحب الناموس الذي كرهناه في يوم من الأيام هذا عمل تحضيري في منتهى الأهمية وهو يجعلنا مستعدين لعمل ياه بموجب عهد جديد عندما يفكر معظم المسيحيين في بشرى الكتاب المقدس فهم يفكرون في مغفرة الخطايا وبطبيعة الحال إنها لأخبار سارة لكن بشرى الكتاب المقدس تشمل أكثر بكثير من مجرد مغفرة خطايا الماضي يهوى يعرض عليك أن يعيد خلقك على صورته الإلهية ولا يمكنك تنفيذ ذلك بنفسك مع ذلك إنها عملية إعادة خلقك وسيحققها يهوى لك إن سمحت له بذلك استمع إلى الحلقة الإذاعية بعنوان هبط الطاعة ولا داعي لأن تقلق بشأن عيوبك تحتاج ببساطة إلى قبول هبط الطاعة ابحث عن الحلقة على www.worldslastchance.com أو يمكنك الاستماع إليها على اليوتيوب فلنتحدث عن العهد الجديد سبق لي أن سمعت كارزين يقولون العهد الجديد إنه تماماً مثل العهد القديم من يطع يعيش ومن يعص يموت في الحقيقة أنا أيضاً كنت مذنباً لأنني كنت أردد هذه الفكرة نفسها ولكن هل تعلم أي نوع من المسيحيين يؤمن بذلك؟ أي نوع؟ المسيحيون الذين يدركون أن النموس الإلهي لا يزال ملزماً وبالتالي يعملون على حفظه سواء كان ذلك بقوة الإرادة المطلقة أو من خلال الالتزام بعناية بكل تلك القواعد التي تمنعهم من ارتكاب الخطيئة أو بتسلم إرادتهم ليا كي يحفظه من خلالهم وفي جميع الأحوال وأياً كان موقفهم فهم يؤمنون بأنه يجب حفظ النموس لأنه لا يزال ملزماً ولكن ما يفتقر إليه مفهومهم هذا ومفهوم أنا أيضاً طوال فترة طويلة هو معرفة كيف سنقلع عن الخطيئة في نهاية المطاف أنت تعلم أن الناس يميلون إلى رفض رد فعل الإسرائيليين عندما قدم إليهم يهوى عهده يفترضون أن الإسرائيليين كانوا على قدر كبير من الغطرسة أو الجهل حتى إنهم لم يدركوا أنهم غير قادرين على حفظ ناموسها بقوتهم الذاتية ولكن قولهم كل ما تكلم به يهوى نفعل يعتبر استجابة مقبولة تماماً إزاء اتفاقية العهد القديم وكما قلت قبل قليل يهوى لن يفرض علينا إرادته أبداً موافقتنا ضرورية دائماً وبموجب اتفاقية العهد القديم يدخل المؤمنون في هذا الاتفاق بالإيمان وهذا يخلق على الفور داخل القلب الساقط عداوة للخطيئة حقيقة أن أي شخص ذي طبيعة ساقطة يستطيع أن يتوصل إلى كره الخطيئة ويرغب في الإقلاع عن ارتكابها هي بحد ذاتها هبة من النعمة لكن العهد الجديد مختلف ولا تسمح لأي كان بأن يقول لك العكس فلنلقي نظرة على إرمياء الإصعى الحادي والثلاثين من الآية الحادي والثلاثين إلى الرابعة والثلاثين هذا وعد رائع ومشجع للغاية هذا عهد جديد عهد مختلف والعهود هي اتفاقيات ملزمة قانون في العهد القديم كان بند الاتفاقية أطيعيا وكن مباركاً وماذا قال كل الناس؟ كل ما تكلم به يهوى نفعل اقرأ الآن العهد الجديد فهو مختلف تماماً عن القديم ها أيام تأتي يقول يهوى وأقطع مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذى عهداً جديداً ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر ماذا قال بالضبط؟ ليس كالعهد الذي قطعته مع آبائهم يوم أمسكتهم بيدهم لأخرجهم من أرض مصر حين نقضوا عهدي رغم أني كنت مثل قارين لهم يقول يهوى بل هذا هو العهد الذي أقطعه مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول يهوى والآن استمع جيداً للمقطع التالي أجعل شريعة في داخلهم وأكتبها على قلوبهم وأكون لهم إلهاً وهم يكونون لي شعباً ولا يعلمون بعد كل واحد صاحبه وكل واحد أخاه قائلين اعرفوا يهوى لأنهم كلهم سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم يقول يهوى لأني أصفح عن إثمهم ولا أذكر خطيتهم بعد هذا أمر مشجع للغاية هذا هو علاج الخطيئة إنه سر التغلب على الخطيئة التي تحاصرنا بسهولة مطلقة لسنا بحاجة إلى إثارة مشاعرنا بشكل مصطلع بل نختار الاستسلام وقبول الخلاص بإيمان أجد أنه من المثير للاهتمام أيضاً أن الأمر ليس كما لطالما كنت أؤمن به أي أننا إذا استسلمنا بما فيه الكفاية فإن يهوش وسيعيش في داخلنا ويتولز مام الأمور ليس الأمر كذلك لأننا سنمتلك دائماً إرادة حرة وهذا ما يضمنه لنا موت المسيح على الصليب ما يعيدنا به العهد الجديد هو أن يهو سيمنحنا طبيعة جديدة أعلى وأسمى ولن نمتلك بعد ذلك الطبيعة الساقطة التي ورثناها عن آدم ستتم إعادتنا إلى حالة آدم قبل السقوط هذا ما يعيدنا به العهد الجديد هذا كلام منطقي بالفعل إذا كانت طبيعتنا الساقطة هي السبب الرئيسي لاستمرارنا في الخطيئة بغض النظر عن مدى صدقنا في التوبة وبغض النظر عن مدى عمق استسلامنا فلن نصل أبداً إلى النقطة التي نصبح فيها بلا خطيئة طالما لا نزال نمتلك تلك الطبيعة الساقطة فهمت المسألة تماماً أظن أن جزءاً من الالتباس كان الافتراضات الخاطئة التي وضعناها حول الطبيعة المسيح ماذا تقصد؟ في القرن الرابع كان الخلاف بشأن طبيعة يهوشوة من أكبر الخلافات التي شهدها الإيمان المسيحي فالمسيحيون الأوائل كانوا يؤمنون ويعلمون بأن يهوشوة كان إنساناً بالكامل ولكن في القرن الرابع عندما اعتنق مجمع نيقيا تحت تأثير قسطنطين الكبير عقيدة الألوهية الثالوثية الوثنية تمت فجأة ترقية طبيعة المسيح لم يعد كما كان يقول دائماً ابن الإنسان فجأة صار إلهياً ولذلك ظهرت كل تلك النظريات المربكة في إطار اللهوت الدفاعي في محاولة لشرح مقاطع الكتاب المقدس التي تتعارض مع هذه الفكرة سمعت وعاظاً يقولون إن المسيح كان إنساناً بالكامل وإلهياً بالكامل وتطبيق هذا المفهوم على مشكلة الخطيئة هو إذن وراء فكرة أننا إذا تبنا واستسلمنا بما فيه الكفاية فإن يهوشو سيعيش في قلوبنا بالإيمان وهو سيحفظ تماماً الناموس الإلهي من أجلنا ففي النهاية إذا كان هو إنساناً بالكامل وبإمكانه حفظ الناموس الإلهي فما الذي يمنعنا نحن من أن نحذو حذو أفهم ما تقصده لكن الحقيقة هي أن يهوشو إنسان بالكامل وليس إلهياً على الإطلاق سبب قدرته على حفظ ناموسياه بشكل كامل خلال وجوده في جسد بشري هو أنه أعطي طبيعة آدم قبل السقوط تتحدث كورانثوس الأولى الإصعاح الخامس عشر عن آدمين آدم الأول وآدم الثاني وهو بالطبع يهوشو تقول الآية الخامسة والأربعون هكذا مكتوب أيضاً صار آدم الإنسان الأول نفساً حية وآدم الأخير روحاً محيياً لكي يكون آدم الثاني ويفوز بانتصار روحي توجب على المسيح أن يكون على قدم المساواة مع آدم الأول كانت التجارب التي واجهها أسوأ بكثير من أي تجربة واجهها آدم لكنه واجهها بطبيعة آدم نفسها الخالية من الخطيئة قبل السقوط انتقل إلى رومي الإصحاح الخامس هذا الإصحاح مهم جداً لنفهم لماذا ما زلنا نخطئ وأيضاً الوعد الحقيقي للعهد الجديد رومي الإصحاح الخامس الآيات من الثانية عشر إلى الرابعة عشر من أجل ذلك كأنما بإنسان واحد دخلت الخطيئة إلى العالم وبالخطيئة الموت وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس إذ أخطأ الجميع فإنه حتى الناموس كانت الخطيئة في العالم على أن الخطيئة لا تحسب إن لم يكن ناموس لكن قد ملك الموت من آدم إلى موسى وذلك على الذين لم يخطئوا على شبه تعدي آدم الذي هو مثال الآتي الطريقة التي كان بها يهوش وآدم الثاني لم تكن من خلال العيش بلا خطيئة مع امتلاكه طبيعة ساقطة الكتاب المقدس واضح بشأن استحالة أن نكون بلا خطيئة مع طبيعتنا الساقطة بالفترة لقد حقق الغلبة حيث سقط آدم من خلال مجيئه كإنسان ذي طبيعة غير ساقطة ومع ذلك اختار باستمرار إطاعة حسنا الآية الخامسة عشرة ولكن ليس كالخطيئة هكذا أيضا الهبة لأنه إن كان بخطيئة واحد مات الكثيرون فبالأولى كثيرا نعمة ياه والعطية بالنعمة التي بالإنسان الواحد يهوش والمسيح قد ازدادت للكثيرين وليس كما بواحد قد أخطأ هكذا العطية لأن الحكم من واحد للدينونة وأما الهبة فمن جرى خطايا كثيرة للتبرير لأنه إن كان بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد فبالأولى كثيرا الذين ينالون فيض النعمة وعطية البر سيملكون في الحياة بالواحد يهوش والمسيح رومي الإصحاح الخامس الآيات من الخامسة عشر إلى الثامنة عشر سيصل الآن إلى جوهري هذا المقطع بأكمله فإذا فإذا كما بخطية واحدة صار الحكم إلى جميع الناس للدينونة هكذا ببر واحد صارت الهبة إلى جميع الناس لتبرير الحياة لأنه كما بمعصية الإنسان الواحد جعل الكثيرون خطاطا هكذا أيضا بإطاعة الواحد سيجعل الكثيرون أبرارا وأما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية ولكن حيث كثرت الخطية ازدادت النعمة جدا حتى كما ملكت الخطية في الموت هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيهشو المسيح ربنا رومي الإصحاح الخامس الآيات الثامنة عشر إلى الحادية والعشرين فهمنا من هذا المقطع استنتاجات لم ترد فيه بكل بساطة هو لا يعني أننا بهبة آدم الثاني نعيش فجأة حياة بلا خطيئة بل يعني حيث كثورة الخطيئة كثورة النعمة أكثر بكثير أنت لا تحتاج إلى النعمة عندما تكون بلا خطيئة قطعا لا فالنعمة هي ببساطة خدمة غير مستحقة من الذي يستحق نعمة أقل من الخطأ؟ بالطبع حقيقة أن يهوشو لديه طبيعة غير ساقطة بينما نحن نمتلك طبيعة ساقطة هي حقيقة مجحفة بشكل صارخ في حال كان من المتوقع منا أن نحفظ النموس الإلهي بشكل كامل ولكن هذا ليس متوقعا منا يتوقع منا أن نسعى جاهدين هذا جزء من الصراع بين الذهن الذي تم تجديده والجسد الذي لا يزال مستعبدا لطبيعة ساقطة لكن يهو لا يتوقع منا أن نكون بلا خطيئة هو يدرك تماما أننا لا نستطيع ذلك قبل أن يمنحنا طبيعة أسمى هذا يؤكد على أهمية مواصلة الدراسة للحصول على مزيد من النور لأن النور يبني على نفسه سبق لنا أن تحدثنا عن طبيعة المسيح لكنني لم أكن مدركا كم أن لهذا الحق كل هذا التأثير البعيد المدى لهذا لم نتمكن من رؤية هذه الحقائق الرائعة الخاصة بالعهدين من قبل إنهما مختلفان لكن كلاهما ضروري العهد القديم هو عمل تحضيري في منتهى الأهمية نعطي موافقتنا ويتم منحنا الدفعة الأولى من الروح القدس ليخلق فينا كراهية لطبيعتنا الساقطة وإلا فسنظل نخطئ بكل سرور هذا الموضوع تم تطويره في الرسالة إلى العبرانيين سامي انتقل إلى الإصحاح السابع وقرأ الآية التاسعة عشرة إنها تتحدث عن كون المسيح المقام من الأموات كاهنا إلى الأبد على رتبة ملك صادق هذا مهم جدا الكهنوت الأرضي كان يخدم بموجب العهد القديم لكن المسيح هو كاهن العهد الجديد حتى ولو لم نستلم العهد الجديد بعد إذ الناموس لم يكمل شيئا ولكن يصير إدخال رجاء أفضل به نقترب إليه باختصار الناموس مثل ناظر المدرسة إنه يكشف عن كمال الشخصية الإلهية لكنه يكشف أيضا عن عيوبنا هو لا يخلق فينا طبيعة جديدة غير ساقطة سامي انتقل إلى العبرانيين الإصحاح الثامن مع فهمنا الجديد للعهدين سنلاحظ الآن وكأن الحياة تدب من جديد في هذا المقطع ابدأ بالآية السادسة وحتى نهاية الإصحاح ولكنه الآن قد حصل على خدمة أفضل بمقدار ما هو وسيط أيضا لعهد أعظم قد تثبت على مواعيد أفضل فإنه لو كان ذلك الأول بلا عيب لما طلب موضع لثان لم يكن في العهد الأول أي عيب فقد حقق ما كان من المفترض أن يحققه ألا وهو خلق عداوة للخطيئة في القلب الطبيعي ومع ذلك ومرة أخرى هذه هي النقطة التي فاتتنا جميعا العهد القديم لم يكن كافيا لجعلنا بلا خطيئة لأننا في ظل ما زلنا نمتلك التبعة الساقطة رومي الإصحاح السابع الآية الثامنة لأن اهتمام الجسد هو عداوة ياه إذ ليس هو خاضعا لنا موسياه لأنه أيضا لا يستطيع لذلك نخطئ باستمرار لذلك كاتب الرسالة إلى العبرانيين يقول إن العهد الجديد هو عهد أفضل لأنه يقول لهم لائما هو ذا أيام تأتي يقول يهوى حين أكمل مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذ عهدا جديدا لا كالعهد الذي عملته مع آبائهم يوم أمسكت بيدهم لأخرجهم من أرض مصر لأنهم لم يثبتوا في عهدي وأنا أهملتهم يقول يهوى لأن هذا هو العهد الذي أعهده مع بيت إسرائيل بعد تلك الأيام يقول يهوى أجعل نواميسي في أذهانهم وأكتبها على قلوبهم وأنا أكون لهم إلها وهم يكونون لي شعبا ولا يعلمون كل واحد قريبه وكل واحد أخاه قائلا اعرف يهوى لأن الجميع سيعرفونني من صغيرهم إلى كبيرهم لأني أكون صفوحا عن آثامهم ولا أذكر خطاياهم وتعدياتهم فيما بعد فإذ قال جديدا عتق الأول وأما ما عتق وشاخ فهو قريب من الإضمحلال هذا هو السبب في أن العهد الجديد أفضل من العهد القديم هذا هو سبب قول العبرانيين إن العهد الجديد مبني على وعود أفضل لأنه مع العهد الجديد يقوم يهوى بالعمل الذي بقوتنا البشرية لم نتمكن من إنجازه تحت العهد القديم وهذا ليس فقط في إرميا إنه مبدأ من مبادئ دراسة الكتاب المقدس فعندما يكرر يا شيئا ما علينا أن نوليه كامل اهتمامنا لأنه مهم انتقل إلى حزقيال الإصحاح السادس والثلاثين وقرأ الآيات الرابعة والعشرين حتى التاسعة والعشرين وأخذكم من بين الأمم وأجمعكم من جميع الأراضي وآتي بكم إلى أرضكم وأرش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاستكم ومن كل أصنامكم أطهركم وأعطيكم قلبا جديدا وأجعل روحا جديدا في داخلكم وأنزعوا قلب الحجر من لحمكم وأعطيكم قلب لحم وأجعل روحي في داخلكم وأجعلكم تسلكون في فرائضي وتحفظون أحكامي وتعملون بها وتسكنون الأرض التي أعطيت آباءكم إياها وتكونون لي شعبا وأنا أكون لكم إلها وأخلصكم من كل نجاساتكم وأدعو الحنطة وأكثرها ولا أضع عليكم جوعا أين يرد في هذه الفقرة أننا نطهر من خلال التوبة والاستسلام لا يرد ذلك في الفقرة أليس كذلك؟ أجل التوبة والاستسلام ضروريان لكنهما ليس الفاعلين الذين يحولان الخطأ إلى قدسين فالحياة من دون خطيئة تتطلب تغييرا جوهريا في طبيعتنا هذا عمل لا يستطيع إنجازه سوى كائن واحد في الكون بأسره إنه خالقنا فقد صنعنا والآن في ظل العهد الجديد يصنعنا مرة أخرى يفعل ذلك بالفعل فهو يطهرنا وينزع قلبنا الحجر الذي هو إشارة إلى طبيعتنا الساقطة ويعطينا قلبا جديدا وطبيعة جديدة ثم يضع روحه فينا تروقني الآية السابعة والعشرون يهوى يجعل روحه في داخلنا ثم يجعلنا نسلك في فرائضه ونحفظ أحكامه ونعمل بها فقط عندئذ سيتمكن المؤمنون الذين اغتنموا الفرصة بموجب العهد القديم أخيرا من نبذ الخطيئة تماما ولكن ليس قبل ذلك وبعد أن ينجز يهوى عمله في قلوبنا خالقنا هو أيضا خالقنا من جديد إنها طريقة جيدة للتعبير عن ذلك يعطى صدق الروح القدس بموجب العهد القديم لكنه سيُعطى بملئه بموجب العهد الجديد انتقل إلى كولوسيا الإصحاح الأول الآية التاسعة عشر حتى الثانية والعشرين لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية أن العمل الذي لا يزال يتعين إنجازه هو عمل يا وليس عملنا أرى أنه من المهم أن استجابة الإسرائيليين للعهد القديم هي بالضبط ما فعلناه أيضا كل ما قاله يهوى سنفعله وكافحنا كما يفترض أن نفعل طبعا ولكن من دون فهم صحيح للعهدين القديم والجديد سأكون صادقا الأمر محبط مهما كنت أتوب وأستسلم فإنني ما زلت أخطئ إن بدت أرى الآن أن هذا مجرد عارض من أعراض الاستمرار في ظل العهد القديم فهذا أمر مشجع لقد أحبط الشيطان المؤمنين حقا من خلال الضغط عليهم باليأس من محاولة العيش بلا خطيئة مع الطبيعة الساقطة الحقيقة هي أنه لا يمكن لأحد أن يعيش بلا خطيئة مع طبيعة ساقطة ويا لا يتوقع من ذلك لكن يجب أن نتوقف عن الكفاح ونكتفي بكذبة أن النموس تم على الصليب فنحن ما زلنا بحاجة إلى هذا النموس حسنا يا سامي هل انتقلت إلى كولوسي الإصحاح الأول؟ أجل أي آيات؟ التاسعة عشرة حتى الثانية والعشرين لأنه فيه سر أن يحل كل الملء وأن يصالح به الكل لنفسه عاملا الصلحة بدم صليبه بواسطته سواء كان ما على الأرض أما في السماوات وأنتم الذين كنتم قبلا أجنبيين وأعداء في الفكر في الأعمال الشريرة قد صالحكم الآن في جسم بشريته بالموت ليحضركم قديسين وبلا لوم ولا شكوى أمامه هنا مرة أخرى يهوى هو الذي ينجز هذا العمل يسر الآب أنه في يهوشوة يجب أن يحل كل الملأ حتى يتسنى لنا من خلال موت يهوشوة أن نتحرر من حكم الإعدام الذي نعانيه بسبب خطايانا ثم يصالحنا مع نفسه كل الأمور تعود لياه لذا إذا كنت تشعر بالإحباط إذا كنت تشك في صدقك توقف عن ذلك فالشيطان يحاول تثبيت عزيمتك يهوى يعلم أنك لا تستطيع الحفاظ على ناموسه طالما أنك ما زلت تحتفظ بطبيعة ساقطة لكنه نجح في تنفيذ كل ذلك سامي انتقل إلى المزمور 103 وقرأ الآية الأولى حتى الخامسة المزامير باركي يا نفسي يهوة وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس باركي يا نفسي يهوة ولا تنسي كل حسناته الذي يغفر جميع ذنوبك الذي يشفي كل أمراضك الذي يفدي من الحفرة حياتك الذي يكللك بالرحمة والرأفة الذي يشبع بالخير عمرك فيتجدد مثل النسر شبابك يا هو من يفعل كل ذلك وهو يفعل ذلك لأنه خالقنا وهو يعرف إمكاناتنا سامي انتقل الآن إلى الآيتين الثالثة عشرة والربعة عشرة كما يترأف الأب على البنينة يترأف يهوة على خائفية لأنه يعرف جبلتنا يذكر أننا تراب نحن لهذا قدم إلينا يهوى العهد الجديد إنه يعلم أننا لسنا سوى تراب ولا يتوقع منا المستحيل ثقوا به امدحوه على هبة العهد القديم التي تخلق فينا عداوة ضد طبيعتنا الساقطة وتهيئنا للبركات المذهلة التي تنتظرنا بمجرد أن نكون تحت العهد الجديد مرحباً هنا راديو فرصة العالم الأخيرة معكم نادية يعقوب في وعد اليوم من كلمة ياه تبنت إحدى العائلات دانيس ودوغ بلاكستن عدما كان في الثالثة من العمر وكانت توأمان على دراية تامة أن لهما أختاً تدعى كوني ولكن لم يعرفا كيف يجدانها وللأسف مات دوغ قبل أن يلتقي أخته بعد سبعين عاماً من البحث عن أخته قرر دانيس الخضوع لاختبار الحمض النووي وكان لهذا الاختبار أخيراً الفضل في إعادة لم شمل الشقيق والشقيقة المفقودين منذ فترة طويلة أرسل دانيس رسالة نصية إلى كوني تقول ببساطة أقتبس قيل لي إن لي أختاً اسمها كوني وكنت فضلياً وأردت أن أعرف هل يمكن أن تكوني أنت؟ من دون علم دانيس كانت كوني بدورها أيضاً تبحث عن أخويها وكانت تقود سيارتها عندما وصلتها الرسالة النصية وصدمت لدرجة أنها اضطرت إلى التوقف إلى جانب الطريق للتفكير في الذي قرأته من المفاجئ أنهما كان يسكنان على مسافة أقل من ساعة وقد بثت الأخبار المحلية لقاء الشقيق بشقيقته كانت الفرحة على وجههما عندما التقيا واضحة جداً أعطيه شوى مثلاً آخر عن لم الشمل بعد فترة طويلة في مثله طالب الإبن بأنانية والده بمنحه ميراثه على الفور بدل انتظار وفاة الأب وعندما امتثل الأب لطلب ابنه غادر الأخير المنزل وبدد ميراثه على عيشة الطرف في وقت لاحق عندما ضربت المجاعة عاد الإبن إلى رشده وتذكر منزله ووالده لوقة الإسحاح الخامس عشر الآيات السابعة عشر حتى التاسعة عشر تقول فرجع إلى نفسه وقال كم من أجير لأبي يفضل عنه الخبز وأنا أهلك جوعاً أقوم وأذهب إلى أبي وأقول له يا أبي أخطأت إلى السماء وقدامك ولست مستحقاً بعد أن أدعلك ابن اجعلني كأحد أجراك الآية التالية أي الآية عشرون هي المفضلة لدي تقول فقام وجاء إلى أبيه وإذ كان لم يزل بعيداً رآه أبوه فتحنن ورقد ووقع على عنقه وقبله هل لحظ ذلك؟ بينما كان لم يزل بعيداً رآه أبوه تلك التفاصيل الصغيرة تخبرنا أن والده كان ينتظره كان يحدق في الطريق بشوق على أمل أن يلمح ابنه أعطى يهوشو هذا المثل حتى نتحل بالثقة للعودة إلى أبينا السماوي فهو يطوق إلى لم الشمل معك لا يهم ما فعلته لا يهم ما فشلت في تنفيذه لا يهم كم من الوقت كنت بعيداً عنه فهو لا يزال ينتظر بذراعين مفتوحتين للترحيب بك لا تنتظر حتى تحسن نفسك لا تنتظر حتى تقاوم التجربة ست أو عشر أو اثنتي عشرة مرة لمحاولة إثبات ندمك أنضعف رغبة في قلبك في اللجوء إليه هي روحه الذي يجذبك إلى الآب فماذا تنتظر؟ اذهب إليه الآن كما أنت وسوف يلاقيك من بعيد ويغمرك بذراعيه المليئتين بالحب اللامتناهي ويرحب بك قائلاً مرحباً بك في بيتك لقد اشتقت إليك رميا الأسحاح الواحد والثلاثون الآية الثالثة تقول تراء لي يهوى من بعيد ومحبة أبدية أحببتك من أجل ذلك أدمت لك الرحمة لقد منحنا وعوداً عظيمة وثمينة ابدأوا بالمطالبة بها المفهوم الجديد للعهدين مذهل جاهدت وأنا تحت وطأة هذا الذنب الساحق لفترة طويلة لأنني افترضت أن السبب وراء استمرار الخطيئة هو أنني لم أتب بما فيه الكفاية أو لم أستسلم بما فيه الكفاية أو أي شيء آخر يتلعب بنا الشيطان ويشعرون بالذنب لكن يجب أن نتذكر دائماً أن يهوى هو أبونا هل يطلب الوالد المحب المستحيل من طفله؟ أي نوع من الآباء المحبين سيتدخل ويساعد ابنه؟ إذا كنت تعلم أن ابنك يحاول تنفيذ أمر ما يستحيل عليه فعله حرفياً فإن مجرد إخباره ببذل المزيد من الجهد هو في الواقع عمل دنيء بعض الشيء يهوى والدون المحب وهو يعلم أننا لسنا سوى تراب إنه يعرف طبيعتنا الساقطة ويعلم أننا لا نستطيع أن نتحول فجأة إلى قديسين بلا خطيئة لذلك مع العهد الجديد يقوم بالنيابة عننا بما لن نكون قادرين على القيام به لأنفسنا إنه وعد نعتز به إذن متى يحدث هذا؟ متى يفعل هذا؟ متى يعيد خلقنا؟ نشأت على مقولتي إنه خلال زمن الضيق الذي تنبأ به دنيال يجب أن يكون المؤمنون بلا خطيئة هل أنت أقرب إلى أن تكون بلا خطيئة الآن أكثر مما كنت عليه عندما كنت لنقل في العشرين من العمر؟ بالكاد كلما طال عمري كلما زاد الوقت الذي أرتكب الخطيئة فيه أنا بالتأكيد لست قريبا من أن أكون بلا خطيئة إذن ما الذي يجعلنا نفكر في أننا إن لم نتحول بعد إلى قديسين بلا خطيئة؟ ما الذي يجعلنا نظن أننا سنتغير في أي وقت في المستقبل؟ بالتأكيد لا قدرة لنا على ذلك ولا حتى إن جمع ياه قدرته بقدرتنا فهو القدير الوحيد إذن متى؟ عندما يعود يهوشوى ليقيم مملكة يهوى على الأرض وليس قبل ذلك يعطينا الإصحاح الأخير من الكتاب المقدس لمحة عما ينتظر كل من يدخل في اتفاقية العهد الجديد معايا ويسمح له بكتابة ناموسه في أعضائه الداخلية افتح على الرؤية الإصحاح الثاني والعشرين ولنلقي نظرة على الآيات الأولى حتى الخامسة الملاك يظهر ليحنى الحياة الجديدة على الأرض يقول وأراني نهرا صافيا من ماء حياة لامعا كبلور خارجا من عرشياه والخروف في وسط سوقها وعلى النهر من هنا ومن هناك شجرة حياة تصنع اثنتي عشرة ثمرة وتعطي كل شهر ثمرها وورق الشجرة لشفاء الأمم ولا تكون لعنة ما فيما بعد هي لعنة الخطيئة وطبيعتنا الساقطة وهي لن تشكل أي مشكلة بعد الآن الآن لاحظ ما جاء في وصف المخلصين وعرشياه والخروف يكون فيها وعبيده يخدمونه وهم سينظرون وجهه واسمه على جباههم ولا يكون ليل هناك ولا يحتاجون إلى سراج أو نور شمس لأن يهوى إلهيم ينير عليهم وهم سيملكون إلى أبد الآبدين عندما طلب موسى أن يرى وجهياه لم يستطع ذلك لأنه لا يمكن لأي شخص ذي طبيعة ساقطة أن يراه ويبقى حيا لكن هنا سيكون القديسون قادرين على التحديق في وجه الآب دون خوف وما السبب؟ اسمه على جباههم طبعت شخصيته على جباههم ومنحوا طبيعة جديدة أعلى وأسمى وهم يعكسون الآن الصورة الإلهية تماما هذا هو المستقبل الموعود به لكل من يعيش علاقة عهد معيا خالقنا وخالقنا من جديد تعالى أيها الرب يا هشوى رؤيا الإصحاح الثاني والعشرين الآية العشرون انضموا إلينا من جديد غدا وحتى ذلك الوقت تذكروا يهوى يحبكم وهو جدير بثقتكم أنتم تستمعون إلى راديو فرصة العالم الأخيرة هذه الحلقة بالإضافة إلى الحلقات السابقة من راديو فرصة العالم الأخيرة متوفرة للتحميل على موقعنا الإلكتروني إنها حلقات رائعة لكي تشاركها مع الأصدقاء ومع زملائك في دراسة الكتاب المقدس وهي حلقات لا غنى عنها للذين يعبدون يهوى في بيوتهم إذا رغبت في الاستماع إلى برامج راديو فرصة العالم الأخيرة زر موقعنا www.worldslastchance.com انقر على رمز راديو فرصة العالم الأخيرة الموجود أعلى الصفحة الرئيسية لجهة اليمين هكذا يمكنك تحميل كل الحلقات بلغتك المفضلة هناك أيضا مقالات وفيديوهات بمجموعة مختلفة من اللغات انضموا إلينا غدا لتستمعوا إلى رسالة مليئة بالحق عبر WBCQ على موجة 9330 كيلو هيرتز وعلى تردد 31 مترا راديو فرصة العالم الأخيرة نحضر الناس لرجوع المخلص الوشيك ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة